إن النظر عبر التاريخ يخبرنا بوضوح إن الشعب الفلسطيني رغم التحديات ظل صامداً على أرضه وإن القضية الفلسطينية عبل كل مراحلها لم تمت بل بقيت أيضاً صامدة بقدر ما لها ولشعبها من مطالب مشروعة وحقوق لا جدال حولها وإن كل ما حصده العالم من تأجيل للحل وتغيب أفاقه كان المزيد من الاضطراب والألام داخل فلسطين المحتلة وإسرائيل والمنطقة بأسرها سيد الرئيس تابعنا بأسف عجز المجلس الموقر مرتين عن إصدار قرار أو حتى نداء بوقف إطلاق النار لإنهاء هذه الحرب كما نستغرب أيضاً في ظل هذا الوضع المتأزم من أي محاولات جديدة لإصدار قرارات لا تتدمن مطالبات بوقف إطلاق النار للحيلولة دون إنزلاق الأوضاع إلى مزيد من التدهور الذي قد يقود المنطقة إلى منعتف خطير يحمل بتبعات جسيمة بل إن بعد ما يطرح الآن في المجلس يرخل أن يكون محاولة جديدة لتبرير استمرار الحرب وهو ما يتنافى مع ميثاق المنظمة المنشئ لهذا المجلس والذي حدد ولاياته واختصاصه ومن جانبها قامت مصر بتوفير منصة لقادة الدول والحكومات من خلال قمة القاهرة للسلام التي عقدت في 21 الجاري لمحاولة احتواء الموقف وإيجاد إطار سياسي للتعامل مع الأزمة بدل من ترك العنان للدعوات القتل والعنف والتدمير وقد عمدت القمة إلى إطباع النهج غير مسيس يستند إلى مراعاة البعد الإنساني الملح لهذه الكارثة ولقد تطلعنا من ذلك إلى التوصل إلى توافق لو مبدئي حول تخفيض حدة الصراع وبما يقود إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإنسانية وإعادة إحياء عملية السلام سنواصل جهودنا في هذا السياق ولن تغمد لنا عين حتى تنتهي هذه الحرب إلا أننا وفي إطار المصارحة نأسف لما تم تكريسه منذ بداية التصعيد الحالي من إزدواجية في التعاطي مع الأزمات الدولية بما في ذلك الشق الإنساني منها فبينما يهروا للبعض ويتنافس لإظهار التعاطف مع الضحايا المدنيين في مكان وإدانته بأشد العبارات الواضحة غير القابلة لللبس لمن يراه المتسبب فإنه يكتفي بغض البصر بل ويتسارع في تبرير قتل واستهداف المدنيين ومنشآتهم وحياتهم في مكان آخر وكما لو كانت أرواح الفلسطينيين أدنى مرتبة من باقي البشر أو لا تستحق جهدا في حمايتها والدفاع عنها